نظمت مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية منصة تستماع لإهالي السجنة والشهداء بحضور مدير عامي مدينة المكلة صالح فائز العمري واللجان المجتمعية بالمديرية في إطار مشروع الحماية لأسر السجنة لعدد من الأحياء المسهدفة بمدينة المكلة واستعرض مدير عامي المكلة العمري عددا من المشاريع المجتمعية التي نفذت بمديرية مدينة المكلة معربا عن أهمية المشاريع التي تصب في خدمة المواطن والفئات المتضررة من الحرب القائمة في بلادنا وتخللت منصة الاستماع مناقشة دارت بين أهالي الشهداء والسجناء وقيادة السلطة المحلية بالمديرية وممثلي لجان المجتمعية في الأحياء مستعرضين بعض الصعوبات التي تواجه المستهدفين من الاحتياجات الخدمية والتعليمية الغذائية تعزيز صمودهم عبر تحسين الوضع المعيشي لهم وخلق حلقة وصل بين الجهات الحكومية والمواطنين وشهدت الجلسة منذ نماذج تعريفية وتوعوية حول الاستشارات النفسية والقانونية والصحية وأهميتها في معالجة معظم المشكلات الشائكة التي يعانيها المواطن وألية العمل للمستهدفين في الأحياء المحددة ترجمة نانسي قنقر